طيب خلونا كمان ناخد معانا دكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل اهلا 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 لك ازا حضرتك كله تمام الحمد لله الحمد لله يمكن واحنا بنتكلم انا بقول انه قدامنا حدثين حدث متعلق بالتنمية الشاملة الموجودة في الملاد وحدث اخر متعلق بالعمل والحوار السياسي الاول هو زيارة حوار الرئيس مع اهلنا في مطروح والسلوم وسيدي براني والاخر متعلق بالحوار الوطني وهنا يجي السؤال كيف ترى المصارين بالتوازي وفي نفس ذات اليوم تقريبا يعني هو المصارين نعنج يصنعوا حالة مطرية جديدة لجمهورية جديدة الرئيس في حوار مباشر مع اهلنا في السلوم وهو نفسه ادعي الى حوار مباشر ايضا بين كل الفرقاء على الساحة السادسية المصرية وكأن الرئيس بالمصالفة عندما رفع عندما تلقى مخرجات الحوار الوطني من المجلس الامناء واعلن على صفاته الرسمية بأنه يحالها الى الالجهات المعنية لاتخاذ كل النقاط التنفيذ وعده الذي وعده عندما داع الحوار الوطني لما تخرج في شكل كارات رئاسية تنفيذية او في شكل تعديلات تشريعية تخصصا يتركها الى البرلمان لكي تنظر هذا الحوار اللي داعي الرئيس والنهاردة تزامن مع حوار اخر مع اهلنا في السلوم حوار اللي كان لا ينقصه المصرحة حوار كله مكشرة الرئيس بنفسه عرض ما تم في انجازات على مدى السنوات العشر الماضية وكلها انجازات في الواقع المصري اللي بدكت بس عنها والحضور امام الرئيس يعيش بينها على عرض الواقع وبالتالي الرئيس النهاردة كان يعني الرئيس النهاردة حديثه مع القبائل في السلوم ونفس الرئيس يعني داعي لحوار الوطني منذ حوالي 14 شهر ويعني في انه لا اقصال احد فيه وبدو خضوط حمراء وفعلا الرئيس اللي كان متابع متابعا بقيقا ودقوبا لكل خطوات من الجلسات الحوار الوطني وكان هو اللي بيتفعه الامام وليس سرا ان الرئيس هو اللي طلب من المجلس الومناء ان ارفع له تقرير بمنتهي من المترجات في 60 قضية التي نموحشها على مدى المئة يوم الماضية وعندما تلقى الرئيس هذا التقرير هو ايضا اللي بشرنا بانه سوف يافي بوعده وهذا الوعد الرئاسي هو برضو حيديدة على حياتنا السياسية والحزبية وانتعرف عن عمري 50 سنة تقريبا في عامل السياسي والحزب واللماني حضرت الحوارات كثيرة منذ الحوار اللي داعي للرئيس في مبارسة 82 وانتهاءا بالحوار اللي داعي ليه وكان ما تلقصه سيد صفد شريف في مجلس شوريا في 2007 لما اشهد حوار مثل هذا الحوار حوارات الماضية هي حوارات اليوم الواحد او القرية الواحدة اما حوار اليوم هو حوارية تسع كل مجالات حيات مصر تتسع محوار سياسي به حوالي ست سبع قضايا الليجان فرائية تخرج منها قضايا متفرعة كثيرة وايضا محوار الصالفي سبع لجان يخرج منها عشرات القضايا وايضا محوار المجتمعي فيها حوالي خمس لجان يخرج منها وانبسك عنها عشرات القضايا لما انتم قلت 119 قضية بيناقشها الحوار الوطني لم يحدث من قبل في اي حوار على كم اجراءه من قبل تتسع مصر غير مصر ان كل القضايا التي يعني منها المواطن ومواطن كل بتحجيات بدواج حكاولة مصرية الرئيس يكتبها الى الكل الفركاء على الساحة السياسية من حجليين وقاضة نقابيين ونظرات مقايا مدني لكي كل منهم يتم بدلوك بحيث في النهاية يكون عندي مخرج لعله يكون هذا المخرج بحلول لكل من يعنيه زي ما رئيس النارد قال احنا عندنا قزة مقصدية فعلا وانا عزيزة كل اقول لك سيد يوسف ان احنا في الحوار ما كانش في قطف حمراء الحوار الكل تحدث بكل ما يعتقده صحيح والحوار اضار بحيادية وشكلية ولذلك لابد ان اوجه تحية للدكتور دياء رشوان المنصف العام والمشار محمود طوزي عيسى ادارة الامل عيسى الامل الفنية لانه موفره كل حاجة والمقرير ومقرير الليجان كانوا بعض السعاد لكي يستمعوا الى احاديث واراء رؤساء الاحزاب وقادر الاحزاب المختلفة بالان هذا الحوار نفسه واجهة الاحزاب المصرية تراجع برامجها ان انا على سبيل مسافة حزب الجديد انا حزب مؤسسة سنة الفين لما اعمل برنامج سياسي اخر خلف برنامج سياسي بتلاقيه حزبة الفين ولكن في الحوار ده انا اعملت برنامج سياسي جديد من خلال اعلان وقت الحزب في المئة و تتاشر قضية لذلك انا عندي برنامج جديد لادوم الرأي العام و ايضا من نوع من التصبيف لعبات الجيل طبعا و ده يتصق مع الاوضاع الجديدة و المستحدثة سياسيا و اقتصاديا سواء اذا كان على الصحة المصرية او الصحة الاقليمية بطبيعة الحل انها تؤثر علينا كل الشكر لك دكتور ناجي كل الشكر دكتور ناجي الشهيبي رئيس حزب الجيل الديمقراطي انا اتفق مع انه الحقيقة الحوار الوطني تحديدا هو مش بس جمع كل الوان الطف السياسي المصري هو الاول مرة نقدر نقول انه المعارضة والمولاء قاعدين على نفس الطاولة و مفيش خلاف يعني عمليا هو مفيش خلاف